الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ما بنعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاقلين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدعورا لمن تبعك منهم لأبلأن جهنم منكم جمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شدتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق ويخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما علوم مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض علوم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واني سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهددون الله ويحسبون أنهم مهددون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خانصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفراح شما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجن فإذا جاء آجنهم لا يستأخنون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رصر منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خرف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم إما يأتي أنكم رصر منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خرف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رصونا يترفعونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظنوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها الله أكبر قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أطلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تستكبرون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاب ومن فوق غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غنيا تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء ترسوا ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أولستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قالوا نعم فأذنوا أذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصطون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالوهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا بينهم لهوا ولعبا وورتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما لسوا نقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل يرضون إلا تأمينه يوم يأتي تأمينه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت نصر ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استمى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد يصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله أكبر ذنع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان البعروف بالإحسان والموصوف بالغفان مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأرسطوا مغفرة وآخروا عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعب وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الظالمين والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي غرس لا يخرج إلا نجدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملغ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس به ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنتينا هو الذين معه في الفلك وأخرطنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عادن قرودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملغ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظمك من الكاذبين قال يا قوم ليس به سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم واذكروا إذ جعلكم غلفاء من معل قوم موحي وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا ألا الله لعلكم تفلحون قالوا أجدتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعينا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أكجادلونني في أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما نسل الله بها من صوصان فأنتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمودا قاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ونجاتكم بينكم من ربكم هذه نافة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين واذكروا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سبونها أثورا وترثون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مسلين قال الملأ الذين استقبعوا للذين استقبعوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استقبعوا للذين استقبعوا لولا أنتم كنا مؤمنين فعقروا ما قد وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعبنا إن كنت من الموزنين فأغلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم مثالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أدأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم دأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمكم الله السلام عليكم ورحمكم الله الله أكبر السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارد يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المفتقين صراط الذين نعمت غير المرطوب عليهم ولا الظالمين وما كان جواب قرمه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتهم إنهم ناس يتطهرون فأنجينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاقبكم المجلمين وإلى مدينا قاهم شعيبا قال يا قوي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاتكم بينكم من ربكم فأغفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياهم ولا تبخصوا الناس أشياهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي مفتلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير حاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أولا تعودنك من لتنا قالا ولو كنا كارهين قد اشترينا على الله كذبا إن عدنا به من التكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود بها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تقلوا الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتوا شعبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعبا كانوا من خاسرين فتولى عنه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي رسالات ربي ونصح لكم فكيف آسى على قوم كافلين وما عرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة حسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مستابا أنا الضراء والسراء فأغذناهم بغتة وهم لا يشعون الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن جذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفا من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألنا الذين أرسل ليهم ولنسألنا المرسلين أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائلون أفا من أهل القرى يأتيهم بأسنا بحا وهم يلعبون أفا من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى لقص عليك الأنبائها ولقد جاءتوا مثلهم من بيناك فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى كرعون وملئه إلى كرعون وملئه فظلموا بها فنظوا كيف كان عاقبة المفسدين وقال الموسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكور سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبريان والجبرود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان الملكور الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الماء من قوم فرعون إن هذا لساخر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساخر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تنقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا سحار أعيون الناس واستذهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فبضع الحق وبضل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكعتموه في المدينة في المدينة فتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مطلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فقال الملأ من قوم فرعون تذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويتركوا آلهتك قال سنقتنوا أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعنوا لله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما تئتنا قال عسى ربكم أن يهلج عدوكم ويستخلفكم بالأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والغمل والضفادع والتم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوما مترمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أدل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فأغرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعا وقومه وما كانوا يعرجون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين حمد لله رب العالمين وجاوزنا لا غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقدلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أري أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبتو إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بكوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سبط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب غفل لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المسترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ففي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تطل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعقمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يغوت سبوع قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نسأل في الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سمع هاته السلام عليكم ورحمة الأمم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قال الملك الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بكس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وللأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا بليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويهتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويمهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إسراء والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كله ناس مشربهم وقللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قالت أمة منهم لم تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيؤثر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الله أكبر سمع الله لمن حبيبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواء فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثالا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأمعان بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا تنستبرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقرون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما بسني السوء أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فدعال الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون أرمون الله الله أحب الله رئيس حميدا أرمون 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحانه ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحانه الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانه ذي الملك والملكوت سبحانه ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحانه الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بلي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نسركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ الأفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعب بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يفسرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فاذكر ربك في نفسك تغرأ وخيفة وبدون الجهر من القول بالغدو والآصار إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فاذكر ربك في نفسك تغرأ وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصار إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فاذكر نفسك هذا بصائر من ربك وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرية القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلهم تفلحون وإذا قرية القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحمون فاذكر نفسك ربك بالحق لإن فريق من المؤمنين لكارحون إن الذين عياد ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سمي الله لمن حميد الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانهم والذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعرف على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون هقا لهم درجات نعيذ ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين مكارهون ويجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى المهد وهم ينفرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنها شوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ففبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأمن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متهيزا إلى فئة فقد داء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيب الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وابتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستطعفون في الأرض تخاطون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيّنكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعداد أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليبيز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان دي الملك والملكون سبحان دي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين